بسم الله الرحمن الرحيم أعلا وسهلا بكم أفضل شيء لتنشيط الويندوز أو الأوفيس أو البرامج والألعاب هو الحصول على مفتاح تنشيط أصلي لنسخة الويندوز بتاعتك أو حزمة الأوفيس الخاصة بيك لعدم التعرض لمشاكل الهاكر أو الفيروسات اللي ممكن تشفر بياناتك أو تسرق بياناتك الشخصية أو اللي ممكن تعرضك لمشكلات لحصرة لها بسبب استخدام كراك أو باج أو أي من طرق التفعيل الغير قانونية لذلك هنسترد عليكم واحدا من أفضل المواقع اللي بتقدم لك خصم خمسة وخمسين في المية للحصول على مفاتيح تنشيط الويندوز الأصلية والقانونية بجميع إصداراتها كذلك الحال مفاتيح تنشيط حزم الأوفيس بجميع إصداراتها والبرامج والألعاب موقع بيتيح لك هذا الموقع في الوقت الحالي الحصول على أي مفتاح تنشيط أصلي وقانوني لأي برنامج أو لعبة أو تنشيط الويندوز أو الأوفيس بجميع إصداراتها مع خصم خمسة وخمسين في المية باستخدام هذا الكود الموضح على الشاشة تيك خمسة وخمسين باستخدام هذا الكود زي موقفة لحضراتكم هتقدر أنك تحصل على خصم خمسة وخمسين في المية لمفتاح تنشيط ويندوز أصلي 10 أو 11 بجميع إصداراتها أو أي حزمة أوفيس أو أي لعبة أو أي برنامج على سبيل المثال تقدر أنك تحصل على حزمة أوفيس مع مفتاح تنشيط ويندوز مع بعض وطبعا ده السعر قبل الخصم لكن مع تطبيق قود الخصم اللي هنستعرضه على حضراتكم أو الموضح على الشاشة تحصل على خمسة وخمسين في المية في الكثير من النمازج المتاحة لك مفتاح تنشيط ويندوز 11 بروفشنال لخمس أجهزة أو تلاتة أو لأتنين جهاز كمبيوتر أو لجهاز كمبيوتر واحد كذلك الحال مفاتيح تنشيط ويندوز عشرة برو أو هوم للعديد من الأجهزة أو لجهاز كمبيوتر واحد أيضا حزم تطبيقات الأوفيس 2021 لعدة أجهزة أو لجهاز كمبيوتر واحد على سبيل المثال دلوقتي لو هنبدأ تطبيق عملية شراء على مفتاح تنشيط لوندوز 11 بروفشنال بتضغط هنا على Add to Card سواني بسيطة وبيتم إضافة المنتج إلى سلة المشتريات بتمر عليها بالماوس بتفتح معك بتضغط على View Card زي ما انتم شايفين دلوقتي قبل تطبيق الخصم وقبل كل شيء سعر مفتاح تنشيط ويندوز 11 بروفشنال لجهاز كمبيوتر واحد 27 دولار هتبتدي انك تضغط على Check Out هنا هيطلب منك إيميل طبعا الإيميل ده يجب انه يكون صالح بعد ذلك اسم أول واسم أخير وممكن تضيف رقم هاتف طبعا كل هذه الحقول الاختيارية بعد ذلك بتضغط على Continue هنا بتبتدي انك تطبق الخصم من خلال قود الخصم اللي استعرطت لحضراتكم تيك خمسة وخمسين هتكتبوا بنفس هذا الشكل يكون كابتل تيك خمسة وخمسين بعد ذلك ومباشرة بيتم تطبيق الخصم أو بتحصل على خصم خمسة وخمسين في المية بيكون سعر مفتاح تنشيط ويندوز 11 بروفشنال 12 دولار لكن طبعا زي ما انتم شايفين متاح وسيلة الدفع في الوقت الحالي فقط لكن مستقبلا هيتم إضافة وسائل دفع أخرى تضغط على كونتينيو لاستكمال عملية الشراء بيحولك على موقع البيبال الخاص بيك بتضيف بيانات تسجيل الدخول الخاصة بيك وبتبتدي ببساطة جدا في استكمال عملية الدفع ثواني بسيطة وبترجع مرة أخرى إلى هذه الصفحة مجرد ثواني وهتلاقي فيو دي ظهرت معاك وفيها مفتاح التنشيط فقط بتعمل ريفريش للموقع وبتلاقي ان مفتاح التنشيط موجود عندك أو بيتم إرساله ليك على الإيميل اللي إنك استخدمته في التسجيل على الموقع بعد ذلك بتاخد هذا المفتاح وبتتوجه إلى المنتج بتاعك إن كان لعبة أو برنامج أو وندوز عشرة أو وندوز حداشر من الإعدادات على سبيل المثال في وندوز حداشر بعد ذلك تبويب السيستم نفس هذه الخطوات تنطبق على وندوز عشرة بعد ذلك تبويب اكتيفيشن بعد ذلك هذا التبويب تشينج بوروذاكت كي بتضغط على تشينج بتفتح ليك هذه النفذة بتضيف مفتاح المنتج اللي تم إرساله ليك في الموقع أو على الإيميل بعد ذلك نكست سواني بسيطة وبتضغط على أكتف وبتنتظر سواني بسيطة وبيتم تنشيط المنتج بتاعك بمفتاح تنشيط رخيص جدا وقانوني ومدى الحياة طبعا الموقع بيوفر ليك العديد من المنتجات الأخرى تقدر تحصل على خصم خمسة وخمسين في المية في حال شراء أي منتج أخر مفاتيح تنشيط الويندوز زي ما قلت لحضراتكم أو الأوفيس أو الألعاب على الموقع كذلك الحال البرامج بس كده حضراتكم هو ده كل ما في الأمر نتمنى نكون أفدناكم بهذا الموقع الموصول جدا وكالعادة ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته